ومباشرة بعد صدور قرار الطاص في قضية الدرب العاصمي لصالح الاتحاد خرجت إدارة وفاق سطيف ببيان رسمي تطالب الفاف بتطبيق القانون وذلك بخصم النقاط من ملودية الجزار وإعلان وفاق سطيف كوصيف لشباب الوزداد ما يسمح للنادي سطيفي بالمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا كما ذكرت إدارة النادي سطيفي بأنها لم ولن تتخلى عن حقوقها محذرة من خرق القانون حسب ما جاء في ذات البيع